بعد ما درسنا العلاقة بين الأوتكم والإكسبوجر بين الانترفينشن والإكسبوجر وعرفنا أنه فيه علاقة أو ما فيه علاقة سواء هي علاقة إيجابية أو علاقة سلبية بزيد أو بنائس هل النتيجة اللي وصلنا لها هي نتيجة هامة إحصائيا؟ السؤال المطروحون هل النتيجة اللي وصلنا لها هي سببها الصدفة؟ أو أنه لا هي نتيجة مضطردة حتى لو كررنا التجربة عشرة وعشرين وثلاثين مرة حيطلع معنا نفس النتائج أو قريبة من بعضها كيف أن نعرف أنه النتائج اللي وصلنا لها صدفة أو نتائج هامة إحصائيا في طريقتين سأستعرض الطريقة الأولى هنا بالفيديو هذا والفيديو اللي بعده من استعرض الطريقة الثانية الطريقة الأولى أني أنا بطلع على مجال الثقة مجال الثقة بحسبولي يا جماعة الإحصاء اللي هو اسمه Confidence Interval كل قيمة اللي بحصل عليها بيكون لها مجال بمعنى آخر قيمة عليا وقيمة دنيا يعني يعطيني رقم Relative Risk مثلا 0.5 بس ما يعطيني 0.5 لحاله يعطيني جنبه قوسين 0.5 وجنب قوس من 0.3 إلى 0.7 هذا اسمه Confidence Interval بمعنى آخر أنه Relative Risk يتراوح بين هالقيمتين بين 0.3 وبين 0.7 ممكن يأخذ أي قيمة من هالقيمتين بنسبة ثقة قدرة 95% هذا هو Confidence Interval بنسبة 5% من الحالات ممكن يكون خارج مجال الثقة وهذا الشيء مقبول إحصائيا فلما بيكون مجال الثقة كاملا أقل من الواحد أو مجال الثقة كاملا أكثر من الواحد معناتها هاي النتيجة هام إحصائيا لما بيقطع الواحد معناتها هاي النتيجة بتكون غير هام إحصائيا مثال على الكلام درسنا الدواء الفلاني حسبنا Relative Risk تبعه بإنقاس الوفيات طلعت 0.5 طلعنا على Confidence Interval طلعت من 0.3 إلى 0.7 معناتها هاد الدواء بنقص الوفيات والنتيجة هام إحصائيا لأنه كله أقل من الواحد مثال تاني هاد الدواء بترافق مع Side Effect معينة الآثار جانيبية هي Side Effect تحدث ب Relative Risk تبعه 1.5 1.5 أكثر من الواحد بمعنى آخر بزيد من حدوث Side Effect الفلانية كامل Confidence Interval من 1.3 إلى 1.7 معناتها فعلا هذا Side Effect مضطردة وستحدث بنتيجة هام إحصائيا مع هذا الدواء لو إجاني الإحصاء وقال لي أنه لا هذا الدواء بنقص الوفيات بال Relative Risk تبعه هي 0.9 بس نطلع على ال Confidence Interval بيعطيك إياها من 0.8 إلى 1.2 لاحظوا من 0.8 إلى 1.2 تقطع الواحد بمعنى آخر هاد ال Relative Risk ممكن يكون 0.8 ممكن يكون 0.9 ممكن يكون 0.95 وهي كلها تعني أنه هذا الدواء بنقص الوفيات بس هي المدى موجود ال Confidence Interval مستمر ممكن هذه ال Relative Risk لو عدناها بمرة تانية تجربة تانية تطلع واحد بمعنى آخر أنه هذا الدواء غير فعال ممكن تطلع 1.1 بمعنى آخر أنه هذا الدواء عم يترافق مع زيادة الوفيات معنى الصدفة هي اللي عم تعمل هذه النتيجة وليست هي نتيجة هام إحصائياً معنى أنه لما بشوف ال Confidence Interval عم يقطع الواحد معنى هذه النتيجة صدفة أو بمعنى آخر غير هام إحصائياً هذه الطريقة الأولى والمرة الجاية مساعدة الطريقة الثانية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر